أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عمق علاقات الصداقة التاريخية والراسخة والتعاون المتميز ما بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبية وخلال استقباله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ليشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ناقش أبو الغيط و بوريل عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك والأزمات في المنطقة حول القضية الفلسطينية أكد الطرفان على الثوابت المتفق عليها لإقامة سلام عادل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين كما تبادل الجانبان وجهات النظر فيما يخص الأزمات في السودان وليبيا واليمن وأوكرانيا كذا الحاجة إلى معالجة أسباب تفاقم أزمة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط ترجمة نانسي قنقر